من جهة أخرى أكد الرئيس الصيني شي جينبينج أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج وستواصل استراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج وفي كلمة له أثناء انطلاق القمة الخليجية الصينية من الرياض ثمن الرئيس الصيني جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية معضحا أن مجلس التعاون الخليجية نجح في تخطي التحديات العالمية مشيرا لأن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادية والصناعية يشيد الجانب الصيني إشادة عالية بما بذلته دول مجلس تعاون الخليجي من الجهود ليصبح المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج من خلال التماسك بالتقوية الذات عبر تدامن في وجه التحولات العالمية والتحقيق نمو اقتصادي رغم التداعيات الناجمة عن الجائحة والعمل على دفع بإيجاد حلول سياسية لقضايا ساخنة والشائكة في المنطقة من المتلوب ونحن نقف عند مفترق الترغة لتاريخ أن نتوارث تقاليد الصداقة بين الصين ومجلس تعاون الخليجي ونصري المقاومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية الخليجية في الدوء ويقام علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس تعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر